موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في المجازي الإخباري بداية ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمسي اجتماعا تحضيريا أوليا وذلك لإزداء التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2025 والذي سيكون متماشيا مع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي التزم بها الرئيس في حملته الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 أعلن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط كناب بنك عن دخوله في رأس مال شركتها تأمين كارديف الجزائر حيث قام كل من كناب بنك ممثلا لمديره العام بوزياني سيد أحمد وشركتها تأمين كارديف الممثلة من طرف مديرة منطقة أوروبا والمتوسط والشرقية الأوسط شوفالي شارلوت بالتوقيع على عقد اقتناء من طرف كناب بنك لحسس في رأس مال كارديف الجزائر وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزا للشراكة بين المؤسستين وللرغبة المشتركة في بلوغ نمو متبادل من أجل الاستجابة لتطلعات الزبائن أعلن مجمع سنالغاز عن ربط قرابة ألفين مؤسسة تربوية جامعية وتكوينية بالكهرباء والغاز تحسبا للدخول المدرسي والاجتماعي المقبلة مؤكدا تجنيد جميع الإمكانياته البشرية والمادية أقول لإنجاح هذا الموعد حيث تم ربط ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانين مؤسسة تربوية بالطاقة الكهربائية وتزويد ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين مؤسسة بالغاز إلى جانبي ربط واحد وسبعين هيكل جامعي بالطاقة الكهربائية وتزويد تسعة وسبعين هيكل جامعي بالغاز كما أعلن المجمع عن ربط سبعة وخمسين مؤسسة تكوين بالطاقة الكهربائية ومد 74 مؤسسة بالغاز ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وسعيا منه للمساهمة الفعالة في إنجاح الدخول الاجتماعي والمدرسي الجديد أعلنت أوبيرا الجزائر بعلام بالسايح عن فتح بابي التشجيل في ورشاتها التكوين والإتقان في عدة تخصصات فنية ابتداء من 22 سبتمبر الجاري وجاء في البيان أنه تحصبا لانطلاق سنة التكوينية الجديدة تعلن أوبيرا الجزائر بعلام بالسايح عن استئناف ورشاتها للتكوين والإتقان في خمسة تخصصات فنية يؤطرها أساتذة مؤهلون وذو خبرة تلقوا تكوينا أكاديميا عالميا وقد حُددت مواعد وتشجيلات من 22 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء دعت الجزائر على هامش النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين يوم 27 سبتمبر الجاري وكانت الجزائر قد شددت على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع بن نيويورك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضعية في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية على الحاجة الملحة إلى قرارات تساندها آليات متابعة ومساءلة حتى يتم ضمان تنفيذها مؤكدا قنعت الجزائر بضرورة فرد السلام على كل من يرفضه ولا يؤمن به يصطدف شباب بالوزداد أمسية اليوم بداية من الساعة السادسة مساء نادي الجمارك البركينابي على ملعبي ميلود هدفي بوهران ضمن منافسة إياب الدور التمهدي الثاني من دور أبطال إفريقيا ويسعى النادي العاصمي في محو هزيمته في مباراة الذهاب والتأهل إلى دور المجموعات وصلنا مشاهدين إلى نهاية هذا المجز الإخباري في أمان الله اشتركوا في القناة